اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب مشاركة في أعمال الجمعية العامة الثالثة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين بقيادة حظرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصبحت واحدة من النماذج المتميزة التي تحظى بإشادة وتقدير في المحافل البرلمانية الدولية معبران الوفد عن الفخر والاعتزاز بآفاق التعاون والتنسيق المستمرين بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي تسهم في استدامة التقدم والنماء وتدفع نحو مزيد من النجاحات الديمقراطية لمملكة البحرين وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن المشاركة الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة الثالث والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي عكست تقديرا وثقة برلمانية دولية بدور مملكة البحرين وأسهمات أعضاء مجلسي الشورى والنواب في المناقشة وتقديم الاقتراحات القيمة وفتحت المجال أمام إبراز المبادرات والبرامج الوطنية التي تنفذها المملكة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب الخطوات التي تقوم بها لمعالجة تأثيرات انتشار جائحة كورونا وبين وفد الشعبة البرلمانية أن العلاقات والروابط المشتركة بين برلمانات دول العالم تشكل قاعدة أساسية في بناء تشريعات تتوائم مع التطور والتقدم المستمرين في العديد من المجالات مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانات يترجم النهج الثابت لمملكة البحرين في بناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة بين الدول والشعوب ترجمة نانسي قنقر